في عيد الميلاد الرئيس السيسي يدعو الشعب للتحلي بروح الوحدة الوطنية والبابا توادروس يؤكد توافق الأديان على المبادئ الإنسانية مصر ترحب بتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على الوثقة الدستورية وتؤكد تواصل دعمها لخيارة الشعب الليبي رئيس الحكومة العراقية يوجه برفع مستوى التأهب لتعقب فرول داعش الإرهابي ويؤكد أن التنظيم يلعب على التناقضات السياسية التاسع مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم كل عام وحضراتكم بألف خير تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال كلمة له دعا الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره كل سنة أنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر مش بس في مصر في العالم كل يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها كما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة الوطنية وأن لا يستمع إلا للمصادر المسؤولة وأضاف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه مؤكدا حرص الدولة على تخاطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي لأن أنا شايف وسامع كويس قوي أن الناس في مصر قلقنا طب أنت قلقنا ليه يقول لك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها فأنا بقول لكم لا ما تخافوش لسببين السبب الأولاني أن ربنا موجود وهو عز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لنا طب إحنا نستحق كده بنحاول نبقى نستحق هذه واحد اتنين إحنا كدولة بمسؤوليها حارصين على أن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا الدنيا حتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت حتبقى مختلفة عن الدنيا اللي إحنا شفناها قبل كده والأزمة الاقتصادية دي حتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر طب إحنا إحنا فين إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا بنعاني يعني بنعاني آه لكن ما نخافش ما نقلقش وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش فيقول لك خلي بالكو قناة السويس يا قدس البابا مش عارف هعملوا فيها إيه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه مش هقول ليه لو في حاجة هعملها هقول لكم كلكم وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول طب حاجة تانية أخيرة وخلاص هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها هنتخلى عنها أنا بتكلم صحيح خلاص بقى عام سعيد كل سنة أنتوا طيبين ربنا يعفزكم ويا قدس البابا دعواتكم الطيبة لينا والمصر دعواتكم الطيبة لينا والمصر كل سنة أنتوا طيبين استقبل قدسة البابا تودرس أثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكارازا المرقصية في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية عددا من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجالس الكنائس جاء ذلك في إطار تقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث حرس البابا تودرس أثاني على مصفحتهم والتحدث معهم وتهنئتهم بالعيد العالم مليان أديان والأديان السماوية جاءت من أجل تهزيب حياة الإنسان ومن أجل حياته في الفضيلة ومن أجل أن يعيش إنسانيته بطريقة صح عشان كده الأديان لو ظهر فيها أي اختلافات الاختلافات ده هي بطبيعة كل دين فيه كده لكن الأديان بصفة عامة تتوافق على المبادئ الإنسانية والحياة البشر والمعاملات بين البشر وبين الإنسان في التربية في الأخلاق في النشأة في الأمانة في الإخلاص كل دين مبادئ موجودة في كل الأديان عشان كده الأديان تتوافق على هذه المبادئ الإنسانية والاجتماعية شارك عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظات الإخوة الأقباط في احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد كما قام وفد من المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد يضم علماء من الأزهر الشريف ومنطقة الوعظ بتهنئة أسقف كنائس الوادي الجديد مؤكدين أن مصر وطن يستوعب الجميع لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار على جانب آخر أكد المسؤولون والمشاركون أن تلك الفرحة التي تعم البلاد تعد تكسيدا لعظمة الوطن الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده مشيرين إلى أن مصر ستظل دائما رمزا للأمن والأمان والمحبة لوحدة شعبها بكافة أطيعفه وكعادة شعب وأهل محافظة جنوب سيناء القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمشايخ والعواقل بالكامل نحن النهاردة في ديافة الحبر الجليل أبونا أبولو الأسقف جنوب سيناء وراعي الكنيسة الأرض الزكية في جنوب سيناء بالحقيقة تعامل راقي محبة سلام تسامح حب لقاء كان بيشمل كل هذه المعاني صورة عودنا عليها كل عيد بتدخل البهجة وبتبين محبة بعضنا البعض في القلوب شكلها إيه وبتبين صورة جميلة للمصر وصورة للعالم كله قد إيه المحبة قد إيه مصر أرض تشيل الكل وتسع الكل وقد إيه سماء مصر وجو مصر وتقص مصر وخصوصا إحنا هنا في جنوب سيناء وشرم الشيخ نتميز بالسياحة الدينية ونتميز بالسياحة الترفيهية نحن دايما الحمد لله متواجدين مع أخواننا الأخباط في الوادي الجديد يعني دايما النهاردة احنا جالي نيفت الأنبا بحسن بنهنيه ونهني أخواتنا الأخباط بعيد ميلاد المجيد وده زي ما سيد الرئيس كل حريص على هذه المناسبة كذلك السادة المحافظين وكل المسؤولين دايما بيتواجدوا مع أخوانهم الأخباط في كل المحافظات لتهنقتهم بالعيد وخوف على بعض المشاكل اللي حلاها وكذا احنا النهاردة بنشكر نيفت الأنبا بأمانة على دعمه الكامل وتواجدوا معنا في كل المناسبات سواء في المنسبات القومية أو المنسبات الدينية نقول لهم كل عام وأنتم بخير وهذا يمثل أننا كلنا يداً واحدة مسلم ومسيحي كلهم يداً واحدة ويبين لنا مفهوم التعايش السلمي أن البلد مصر هي بلد الأمن والأمان وبلد السلم والسلام جئنا لننقل تحايا ومتهنئات وتبركات فضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأصغر الشريف لقداسة البابة ودروس ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الواحات كما تعودنا على التواصل الدائم فيما بيننا عيد الميلاد هو عيد يجمع لجميع يجمع المسيحيين والمسلمين وكلنا شايفين التلاحم اللي موجود وأنا بشكر سيادة اللواء محمد الزملوت على محبته وعلى مشاركته دايماً لنا في جميع المناسبات وجميع الأعياد الأعياد بتبقى فرصة لأن احنا نتجمع في فرحة كبيرة جداً حوالين مناسبة سعيدة زي مناسبة ميلاد السيد المسيح ربنا يحفظ بلادنا العظيمة مصر ويحفظ كل قيادتها دايماً في سلام وفي حفظ الله وتحية مصر إلى الأبد يوم ده بالنسبان يوم سعيد جداً بننتظر من السنة للسنة يمكن بنشوف ناس ما شفناش بقالنا فاطلاً يمكن ده التجمع على السنة وبتاعنا لكن المحبة اللي موجودة بين والشعور اللي موجود بين سواء المسلمين أو الأخوة المسيحيين في حمد بورسعيد يعني طبعاً مش محتاجين ندلل عليه لأن ده ده حياتنا اليومية بنعيشها بيغلفنا المحبة كلنا النهاردة متجمعين عشان نقول له بعد كل سنة وانتوا طيبين في إطار محبة نحن هنا بورسعيد نسيج واحد مهما كل المحافظات بس بورسعيد لها طبع خاص قوي نحن كلنا عائلة وحدة استقبلت الكنيسة المعلقة إحدى أقدم وأهم الكنائس القديمة في مجامع الأديان الزوار والمحتفلين من مصر والعالم وسط أجواء احتفالية مبهجة وانطلقت أجواء الاحتفالات التي جمعت مختلف الجنسيات إلى مناطق أخرى بمجامع الأديان كل عام وكل المصريين بخير عيد ميلادي مجيد يحتفل فيه المصريون بمختلف المناطق بمظاهر المحبة والفرحة على أرض السلام وليس هناك رمز للسلام أفضل من هذا المكان بمنطقة مصر القديمة وهو مجمع الأديان الذي يحتضن الرسالات السماوية الثلاث ليكون قبلة سياحية هامة بمكانته التاريخية والدينية للمصريين والعالم ليحتفلوا وسط عبق التاريخ في الماضي وبروح المحبة والتآخي في الحاضر لبناء مصر المستقبل دقت الأجراس وبدأت الترانيم في الكنيسة المعلقة للسيدة العذراء مريم إحدى أقدم وأهم الكنائس القديمة في مجمع الأديان والتي بنيت في أواخر القرن الرابع الميلادي لتستقبل الكنيسة الزوارة والمحتفلين من مصر والعالم وسط أجواء احتفالية مبهجة مصر إلى واحدة أنا كنا مع قداسة البابا في الفترة فاتت واستقبلات كل رجال الدولة الحقيقة محبة يعني فائقة وأنا هنا استقبلت كل المسؤولين في المنطقة الحقيقة العلاقة اللي بتربطنا هنا مع بعض مع إمام الجامع ومع كل الأئمة ومع كل الأحباء فوق حضرتك ما يعني تتخيل العلاقة اللي بتربطنا بالشرطة اللي بتربطنا بالجيش ناس صهرانيين علينا الحقيقة مصر في صورة جميلة قوي إن إحنا فعلا واحد وإنت داخل كده بتلاقي دايما في كل مكان بتلاقي الاحتفال بالولاد وكلهم من الصغيرين للكبار حتى جوه كنيسة بتلاقي كلنا بنحتفل مكان دوات يعني لي كدسية خاصة لقيت فيه لي طعمة تاني هي كنستي أولا بافتخر بيها وببقى مبسوطة جدا هذا مكان مدهش وملئ بالطاقة الإيجابية ولكن أجمل ما في المكان هو أن يجمع بيننا جميعا وهذا هو المعنى الحقيقي والأهم أن نكون سويا وتمنيات في العام الجديد أن نساعد بعضنا البعض أجواء احتفالية جمعت بين الصغار والكبار بمختلف الجنسيات ولم تتوقف روح المحبة والفرحة عند هذا المكان فحسب بل انطلقت لأماكن أخرى بالمجمع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد تنوعت في أماكنها فهنا أيضا بمجمع الأديان متحف قبطي يضم معرضا لمصاري العائلة المقدسة والذي يعد الوجهة الأهم في احتفالات عيد الميلاد فالمتحف به أكثر من عشرين قاعة يمر بها الزائرون ليستمتعوا بما يقرب من عشرة آلاف قطعة أثرية كل منها تحكي قصتها الخاصة ويزيد عدد الزائرين في الأعياد والمناسبات ليكتمع الأصدقاء والعائلات في متحف ديني ثقافي ترفيهي هنا نقطة من نقطة المصاري العائلة المقدسة اللي كانت من فلسطين مرورا بقى الغيب ما وصلت أرض مصر والمتحف فيه قطعة كتيرة تناولت حاجات المصار وتناولت عن قصة السيد المسيح وميلاد السيد المسيح منها نسيج ومنها أيكونات ومنها عملات ذهبية ومنها حاجات نحاس فتناولت العديد من قصة الميلاد وأسبوع الألام ومن مصاري العائلة المقدسة أنا أكتر حاجة بساتتني اللي أنا حضرت الأداس من زوم والعيدة عدى علينا بخير والسلام وأمان وهم حاجة تمتعنا بالعيد والصيام والصلاة وكل حاجة لجينا المكان جميل وحباني نجد يوم حلو يعني نجينا من الصيد من الصيود كنا نزور المتحف ونزور السبع كنايس وطحنت البابا كرولس ونجد يومنا وراء أجد أن المتحف جذابون جدا وجينا لنرى جزءا من الحضارة القبطية بالقاهرة وإنه لمدهش كيف لثقافات مختلفة استطاعت أن تعيش معا وأيضا روعة دمج الحضارة الإسلامية القبطية والفرعونية في آن واحد يدل على روعة الحضارة المصرية تعود فكرة المتحف القبطي للقديس مرق السميكا الذي اهتم بجمع الآثار القبطية من مخطوطات وأعمال خشبية ومتعلقات بالكنيسة القديمة وتم إنشاؤه عام 1908 وافتتاحه بعدها بعامين ليصبح من أهم المقاصد السياحية القبطية هذا ونظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث تم إقامة قدس عيد الميلاد وتوزيع هدايا على النزلاء تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتهيل فقد رعي عند إنشائها تخصيص دور العبادة لتتناسب مع إحياء المناسبات والشعائر الدينية تم تجهيزها لتبدو كدور العبادة في الخارج مع وجود رجال الدين المسيحي وقصت النزلاء لتقديم الوعظ لهم احنا صلينا قدس عيد الميلاد زي ما بنصليه في الكناز برة بالزبط بفوش أي اختلاف كله كامل قدس كامل والحان كاملة وكل حاجة صليناها كاملة زمان كنا بندور على مكان ربنا نبارك دوقتي عندنا كنيسة ربنا يبارك ويدمننا رئاسة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي الصراحة التواجد الفعلي والحب الحقيقي اللي ظاهر ده ملموس ما هواش كلام لينا وجود لينا حياة الولاد بيخشوا يقضي صلاتهم الدينية في وقت اللي هما عوزينه الأخوة النزلاء حاليا في الأيام دي بيعيشوا أفضل أيام حقيقي هو بينافذ عقوبة لكنه معدل ليه مكان مؤهل منظم بيرتفع في مستواها الإنسان لشيء منفرج به التاريخ في هذا الزمن احتضلت دور العبادة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل قداس عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إقامته بالخارج وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية كأحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تحرص على تصحيح المفاهيم الفكرية وإحياء المناسبات الدينية ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق العقوبة أنا في كنيسة أنا بصلي معنا أبونا جاي من الشارع بشوف ناس جاية من الشارع فأنا حسس أن أنا وسط أهلي الحفلات دي عمتاً بتحصل هنا في الكنيسة بتحصل على طول يعني في المناسبات عندنا على طول بتحصل وبنيجي وبنتجمع هنا وبنحتفل بالعيد مع بعضين أجواء العيد تسيطر على المكان والفرحة بين النزلاء كانت كبيرة بعد أن هيأ قطاع الحماية المجتمعية كافة السبل لإقامة القداس لتعزيز الجوانب الروحية التي تسهم في تقويم النزلاء وتقويم سلوكياتهم من قضي العيد حاسس أن أنا وسط ناس فعلاً بتحبني وبتخاف علي ودي بفضل الجهود المبزولة لوزارة الداخلية والفيادة السياسية اللي فعلاً بتنقل بلدنا لجمهرة جديدة بالفعل وليس بالكلام مراكز الإصلاح والتأهيل عند إنشائها كان الحرص من وزارة الداخلية على تجهيز أماكن العبادة بها لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد متطلبات حق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ده مجد ربنا لإيد ربنا وسطينا عشان يقول لنا إن كلنا واحد ربنا يوفاكوا جميعا يا رب يسعدكوا جميعا وإيد سعيد عليكوا جميعا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمر لدوري منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهة الاختصاص والرد عليها إلكترونيا والمساهمة في حلها جاء ذلك خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين خلال ديسمبر وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتوطيد جسور أثقى مع المواطنين هذا وتلقت المنظومة ورصدت مائة وخمسة عشر ألف شكوى خلال ديسمبر حيث تحرس الحكومة وعلى توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب ومختلف شرائح المجتمع المصري لتلقي ورصد شكاوى المواطنين من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة عبر توجيه القيادات بجميع الوزرات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص والدرسة تلك الشكاوى وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها ناقش تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة مجموعة من القضايا المطروحة تأتي تلك المناقشات في إطار الحوار الوطني حيث ناقش الاجتماع لجان الحوار فضلا عن تهنئة البابا توادروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد كما ناقش التحالف رؤية الأحزاب للاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للشرطة في الخامس والعشرين من يناير فضلا عن التطرق لبعض المحاول السياسية الأخرى الحوار الوطني مهمة أوي فيه كل مخرجات اللي هتخرج منه وخاصة أننا عدد كبير أوي بيتكلم فيه كل شيء خص المواطن المصري كل شيء خص الدولة المصري عشان نقدر نطلع بتوصيات التوصيات دي تتعرض على سيدة الرئيس يبتدي الموضوع ينبقى في حيث التنفيذ إحنا النهاردة بنعيش أيام العالم كله بيعيشها واللي يقولك العالم ما بيعيشهاش لا العالم كله بيعيشها من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحرب الأوكرانية وده حقيقة ما هيش يعني مش كلام بيتقاله خلاص والحقيقة دي مش بتأثر على مصر بس مؤثر على كل العالم كله الكلام ده بيبقى بيخلينا نبتدي ندرس الأمور الاقتصادية إيه اللي نقدر نقدمه من المقترحات إيه المعاوقات اللي بتقابل للصناعة والزراعة وجهات نظرنا إيه نحن نعرضها ونحطها في نقاط الاجتماع كان ليه أكتر من محور الأول تهنئة الشعب المصري والإخوة الأقباط بالعيد المجيد بعد كده الاستعداد للاحتفال بعيد الشرطة في يناير ثم مناقشة المحور السياسي على إساس أنه بنستعد للحوار الوطني هينطلق قريباً وبنعد للممثلين للأحزاب السياسية اللي هتمثل الأحزاب في الحوار الوطني التحالف ناقش الإجراءات والإستعدادات للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير وفي بعض التصورات لا يعني مش عيسها المجال الآن إن احنا أسرحها لحضراتكم استكمال مناقشة الحوار الوطني والمحور السياسي في الحوار الوطني توجيه تنال شركاء الوطن الإخوة المسيحين والبابة وادرس لأن مصر دي دولة بتتسع للجميع دولة المواطنة وليس فيها فرق بين أي مواطن وآخر والجميع يعلم كده تماما لأن مصر بتطبق أعلى معيين لحوق الإنسان على مستوى العالم تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 293 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 261 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طن رحبت مصر بتوافق رئيسي مجلسي النوابي والأعلى للدولة الليبية الشقيقة على إحالة مشروع الوفيقة الدستورية للمجلسين لإقرارهما بهدف استكمال الإجراءات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وأشهدت وزارة الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اطلاعهما بمسؤولياتهما مشيرة إلى أن مصار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين والتي انطلقت جولاتها من القاهرة في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة هو المصار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي كما أكدت الخارجية على أن مصر ستظل دائما داعمة لخيارات الشعب الليبي ومساندة لدور المؤسسات الليبية اقتتمت في القاهرة أعمل الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكي الأول مجلس النواب المصري يبتا عن الرئاسة البحرانية الحالية للاتحاد ناقشت الجلسات عددا من الأمور الإجرائية والموضوعية الخاصة بعمل الاتحاد البرلماني العربي كما تم استعرض جملة من مشاريع القوانين الاسترشادية بشأن القضايا ذاته الاهتمام المشترك ناقشت جزيل الشكر للأمانات العامة للاتحاد البرلماني العربي وعلى رأسها الأخ العزيز فايز الشعب كأل أمين العام للاتحاد على ما تفزله من جهود ملموسة لدعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنصيق مواقف البرلمانات العربية خدمة لقضايا المجتمع العربي والزملاء الأفاضل لقد سبق اجتماعنا هذا عددا من الاجتماعات لبعض لجان الاتحاد التي ناقشت موضوعات همة ضمن أولويات العمل البرلماني العربي وقدمت هذه اللجان تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية لتكون تحت نظركم ومحل دراسة من جانبكم وإنني على ثقة تمة بأن اجتماعنا الحالي سيصل بنتائجي ومخرجاتي إلى المستوى المأمول هذا وقد أشهدت الوفود المشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باستضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة على مدار أربعة أيام وما أصفر عنها من نتائج ملموسة في تعزيز الحوار بين المجالس البرلمانية العربية نظافة القاهرة على مدار الثلاثة أيام الماضية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماعات المصاحبة كان جدوى الأعمال أو عدة موضوعات منها القوانين الاسترشادية منها تعديل نظام وميتاق الاتحاد البرلماني العربي قضايا كثيرة بوختات إقرار الموازنة الاتحاد إقرار استراتيجية لأعوام الأربعة القادمة الحمد لله كانت الأعمال كان الحضور مميز من حيث عدد دول التي شاركت قامت شعبة البحرين بدور كبير خلال الفترة السابقة احنا كنا على اعتاب مجلس منتخب جديد فارتأت الشعبة البحرين نقل رئاسة الاجتماعات إلى جمهورية مصر العربية التي قامت بدور جدا كبير في هذه الاجتماعات وإحنا كنا مساندين إليهم وإحنا نفهر بهذا الشراك بين الشعبة البرلمانية البحرينية والشعبة البرلمانية المصرية مناقشة في هذا الاجتماع عدة محاور سوى من تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد وكذلك تقرير لجنة الجائزة والتميز البرلماني العربي استراتيجية الاتحاد البرلماني العربي لفترة من 23 إلى 26 وتحدثت كذلك عن مشروع جدول أعمال المؤتمر القادم الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ببزل جهود أكبر ورفع مستوى التأهب لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي واستئصالها من جزورها وخلال زيارته لجهاز مكافحة الإرهاب بالعاصمة بغداد قال السوداني إن الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية لتحقيق أهدافه الخبيثة مشددا على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والتدريب بالجهاز لتحقيق الأهداف المرجوة ووجه رئيس الوزراء العراقي بإزالة الكتل الأسمنتية عن بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد التاسع ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها أوكرانيا تؤكد مشاركتها في الصراع ضد روسيا نيابتا عن حلف النيتو وتشدد على ضرورة ارتزام دول الحلف بتزويدها بالأسلحة أقر وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزينكوف بأن قواته تنفذ مهام حلف النيتو وتشارك في الصراع ضد روسيا نيابة عن الحلف وقال ريزينكوف أن أوكرانيا تقاتل بمفردها بالنيابة عن الغرب معتبرا أن دول النيتو منتزمة بتزويد كييف بالأسلحة قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جنب واحد بمناسبة عيد الميلاد حتى منتصف الليلة على رغم من رفض أوكرانيا عرض الهدنة وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها ردت نيران المدفعية فقط عندما أطلقتها القوات الأوكرانية التزمت المجموعة الموحدة من القوات الروسية بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة على الرغم من القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مدنية ومواقع روسية فإن مجموعة من القوات الروسية ستواصل الحفاظ على وقت إطلاق النار المعلن حتى منتصف الليلة إلى ذلك أفدت وزارة الدفاع الألمانية بأن الاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعي الأوكرانية صيغة رامشتاين سيعقد في العشرين من يناير الجاري وأوضحت الوزارة في بيان أن المباحثات بين وزيرة الدفاع كريستين لامبراخت ونظرها الأمريكية لايد أوستين شملت تنصيق المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بالإضافة إلى المبادرة الأمريكية الألمانية لإرسال مركبات المشال قتالية إلى أوكرانيا وأيضا نظام الدفاع الصاروخي الجوي من طراز باتريوت وذلك في إطار الاستعدادات للاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدفاعي الأوكرانية المزمع عقده في العشرين من يناير الفين وسلسة وعشرين قال ديبلوماسي بولندي كبير إن بلاده تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية من طراز ليوبارد الألمانية الصنعة بعد تلقي بدائلة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ووفقا لمدير المعهد البولندي للشؤون الدولية تمتلك بولندا أكثر من 240 دبابة من طراز ليوبارد وهو ما يكفي لواءين من الدبابات لكن لإتمام عملية التزويد فإن الأمر يتطلب موافقة برلين على هذه الخطوة ترجمة نانسي قنقر أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسية بيكتوريا أبرامشينكو أن بلادها عززت صادراتها الغذائية إلى دول الصديقة بنسبة 25% على أسس سنوي في عام 2022 وقالت أبرامشينكو أن قدرة روسيا على تعزيز الصادرات إلى 150 دولة جاءت رغم بعض الصعوبات الفنية بسبب العقوبات الغربية ووضحت وزارة وزراء الروسية أنها نجحت في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى استجابة للعقوبات التي فرضها الغرب وذلك بتركيز على دول مثل الصين وكازخستان ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن واحدا فقط من كل خمسة قطارات في جميع أنحاء بريطانيا سيتم تشغيله بعد انتهاء إضراب دام 48 ساعة من قبل أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ومن المقرر أن يلتقي زعماء النقابات ورؤساء السكك الحديدية وزير السك الحديد البريطاني بعد غد الاثنين لاستئناف المحادثات من أجل حل النزاع المستمر منذ فترة طويلة هذا وقد ذكرت وزارة النقل البريطانية في وقت سابق أن مشغل القطارات أرسلوا عرضا مكتوبا لاتحاد صائق القطارات بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 8% على مدار عامين تراجع النشاط الخدمية في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى مزو مايو 2020 مع تراجع الطلبيات الجديدة وكشفت بياناته مع هذا الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مدير المشتريات الخدمي بلغى 49.16 نقطة في ديسمبر الماضي مقابل 56.5 نقطة في نوفمبر السابق له مقارنة بتوقع تسجيل 55 نقطة قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفين مكارثي إن أولويات عمله تنحصر في خفض الأسعار مؤكدا التزامه بوقف تزايد الدين القومي كما تعهد بتحسين جودة الحياة في الولايات المتحدة وجعل العائلات الأمريكية أكثر سعادة مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق كان الجمهوري مكارثي قد تمكن من الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب بعد مخاض عسير عقب 15 جولة من التصويت بعد 14 جولة متعثرة تمكن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي أخيرا من الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي وذلك في الجولة الخامسة عشرة من التصويت مكارثي تغلب على المقاومين من حزبه والتوترات في المجلس بعد أسبوع فوضوي اختبر قدرة الأغلبية الجديدة للحزب الجمهوري على حكم البلاد وبعد أربعة أيام من عمليات الاقتراع المرهقة تمكن مكارثي من إقناع أكثر من عشرة من المحافظين الرافضين له ليصبحوا من مؤيديه بذلك فاز مكارثي على المرشح الديمقراطي حكيم جيفرز بعد أن أدل السياسي رايان زينكي من ولاية مونتانا بصوته منحا مكارثي الفوز الذي كان ينتظره منذ أيام فمن بين 228 صوتا تم الإدلاء بها حصل مكارثي على 216 صوتا فيما حصل جيفرز على 212 صوتا وبعد جولة التصويت الحاسمة هنى الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الجمهوريين الجديد وأبدى استعداده للعمل معهم إذا كانوا مستعدين للعمل معه تحول مذهل شهدته الأحداث في الجولة الخامسة عشرة تحت قبة النواب الأمريكي بعد أن وافق مكارثي على العديد من مطالب المنتقدين بما في ذلك إعادة العمل بقاعدة مجلس النواب التي من شأنها أن تسمح لأي عضو بالدعوة للتصويت لعزله من منصبه هكذا تزعم كارثي الفوز وأنهى به أزمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 160 عاما يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة طارئة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقادة الرعاية الصحية في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال فصل الشتاء وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاجتماع يأتي خلال منتدى تعافي هيئة الخدمات الصحية بنجلترا ويركز على الأربع قضايا رئيسية خلال المنتدى وهي الرعاية الاجتماعية وتأخر الخروج والرعاية العاجلة والطوارئ والرعاية الاختيارية والرعاية الأولية ويأتي الاجتماع وسط إضراب مستمر من قبل عمال التمريد والإسعاف بشأن الأجور والظروف العمل في ظل ارتفاع معدلة تضخم في البلاد نقلت السلطات الهندية ما يقرب من مئتي شخص من منازلهم في بلدة جوشيمات الواقعة في جبال الهملايا وذلك بعد أن ظهر تصدعات في مئات المباني في المنطقة التي يرتادها السياح وحذر خبراء من أن أعمال البناء واسعة النطاق بما في ذلك مشاريع الطاقة المائية في جوشيمات وحولها يمكن أن تؤدي إلى هبوط الأرض نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بحث في أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023 وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية وثانوية سيتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملا دون حسف أي جزء منها موضحا أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورق الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول التعليم الجامعي والتكنولوجي وذلك في إطار اهتمام التنصيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني وأكد المشاركون أن الدولة تسعى لزيادة ميزانية التعليم لتصبح 100 مليار جنيه بحلول عام 2030 بالإضافة للتوسع في الجامعات الأهلية هنتكلم على الجامعة في الجامعة واجب عليها أن هي تعييد النظر في المناجد التعليمية أي نعم هي شغلة بس تعايزين أكتر تعييد النظر في المناجد التعليمية وطرق تدرسها وإعداد الكادر هيئة التدريس اللي تقدر توصل المناهج دي وتبدأ تحط شوية البحث العلمي في المناهج بتاعتها بشكل أكبر من كده وأشمل من كده وكمان تبدأ تبصل من سوق العمل يعني الموضوع ينزل من فوق لتحت يعني نشوف فيه فعلا وظائف هتندثر بطبيعة الحال وفيه وظائف جاية جديدة علينا فريلانسينج واخد وضع تاني التكنولوجي وضع وضع تاني مش محتيين حتى الولاد يسفروا ويجيبوا عملة صعبة هو بيشتغل هنا ويجيب عملة صعبة يبقى دي أول حاجة أن الجمعة تعيد النظر في المناجد التعليمي شهدت قرية عبد السلام عارف وشرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين بالوحدة الصحية للقريتين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتم صرف لهم العلاج بالمجال من صيدلية القافلة وتأتي تلك الجهود في إطار توجهات الدولة المصرية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى المحرومة والمحافظات الحدودية استقبل ميناء بورسعيد أكبر سفينة مكتبة عائمة في العالم وعلى متنها أربعمائة متطوع يحملون جنسيات سبعين دولة حول العالم وتواصل سفينة لوغس هوب استقبل الزائرين من مختلف الأعمار قبل أن تغادر ميناء بورسعيد في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري في ميناء بورسعيد الباسلة ترسو لوغس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم وعلى متنها أربعمائة متطوع يحملون جنسيات سبعين دولة حول العالم بهدف إيصال رسائل عن التنوع والدمج بين مختلف الدول وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن طبيعة العمل بالسفينة لما تحتويه من مكتبة ضخمة أشار مديرها العام أدوارد ديفيد إلى تنظيم حفلات ثقافية وفنية على هامش استقبال الزوار لشراء الكتب ومن جانبه قال قبطان السفينة جيمس بيري إن طاقم المتطوعين الدوليين بالسفينة يكرسون أنفسهم لمشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في جميع أنحاء العالم لافتا إلى أن السفينة قامت بزيارة أكثر من 150 دولة وإقليم منذ عام 1970 واستقبلت 49 مليون شخص واستشعارا منها لأهمية الثقافة في بناء الإنسان تسعى مصر من خلال أجهزتها التنفيذية إلى تقديم كل الدعم لتاقم السفينة والتأكد من تيسير كافة الإجراءات اللازمة لعمل السفينة خلال فترة رسوها في ميناء بورسعيد وفي ظل رسوها بميناء بورسعيد تواصل سفينة لوجس هوب استقبال الزائرين من مختلف الأعمار والذين يحاولون الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من المعارف التي تتيحها المكتبة قبل أن تغادر السفينة ميناء بورسعيد في الثالث والعشرين من يناير الجاري والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة مع رجائي رمزي إليك رجائي شكرا دينا شكرا محمد للمشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه وقفة الاقتصادية كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن ارتفاع صدرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلزمة بلغت 45% لتسجل 883 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 وذلك مقابل 610 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام 2021 وأوضح المجلس أن صدرات مستحضرات التجميل سجلت 558 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من 2022 فيما بلغت صدرات الأدوية 226 مليون دولار حققت الصدرات الزراعية ولأول مرة في تاريخها حجما بلغ نحو 6.5 ملايين طن بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليون دولار وبزيادة بلغت 800 ألف طن عن العام الماضي وذكرت تقارير صادرة عن وزارة الزراع من بين هم الصدرات الزراعية الموالح والبطاطس والفرولة وأيضا المانجو والرومان طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة حققتها صدرات مصر الزراعية خلال عام 2022 فلأول مرة في تاريخها يبلغ حجم الصادرات نحو 6.5 مليون طن بقيمة تتخطى 3.3 مليون دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام الماضي تأت الموالح في المرتبة الأولى تليها البطاطس ثم البصل والفاصولية والعنب وذلك وفقا لتقرير الإدارة المركزية للحجر الصحية كما بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج نحو 406 منتجات زراعية يتم تصديرها إلى 160 سوق على مستوى العالم وحول أبرز عشرة حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022 وأكثرهم كمية جاءت الموالح بواقع واحد وثمانية من عشر مليون طن والبطاطس بواقع ثمانمائة وواحد وسبعين ألف طن والبصل بواقع خمسمائة وثمانية وسبعين ألف طن أرقام كاشفة تؤكد موضي الدولة في طريق الإصلاح الزراعي والنهضة الشاملة كما تؤكد على نجاح القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي من عثراته المتكررة ووضعها التنمية الزراعية على رأس أولويات التطوير من خلال النهوض بحياة المزارعين وتذليل العقبات أمام المصدرين كما تشير الأرقام إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري وصفارات مصر بالخارج في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية وتجديد الرقابة على الحاصلات الزراعية بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية المصرية التي توصف بالأفضل في العالم وإلى البرصة المصرية التي سجلت أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجاري ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة بلغت 9.62% كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة بلغت 4.25% كذلك سجل مؤشر EGX100 صعودا بنحو 5.38% وإلى أسواق البترول العالمية حيث استقرت أسعار النفط في آخر تداولاتها واستطار راجع الدولار والتقارير الوظائف الأمريكية لكن الخامين القياسيين أينهاي الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بما يعادل 0.2% لتبلغ 78.57 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل كذلك صعدت أسعار المزوط عالميا بنسبة بلغت 1.31% لتصل إلى تقريبا 3 دولارات للتر في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 27.27% لتسجل 3.71 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ارتفعت الاحتياطيات لصين وهي الأكبر في العالم بنحو 11 مليار دولار إلى 3.28 دولار لشهر الماضي كما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوبامبر نهاية اخبارنا الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى دينا ومحمد شكرا لك رجائي دعت المانيا وبلجيكا ولوكسنبورغ رعاية لتجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات بكورونا غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات هذا وتجري الصين محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسل فيد المضاد لكورونا والفيروسات والذي تنتجه الشركة وقالت مصادره أن الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في الصين وهي الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ترأست المحادثات مع شركة فايزر منذ أواخر شهر الماضي وتوجه المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة السفر قابد الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات والآن جولة في أخبار رياضة يفتعرضها لنا مرة أخرى رجاء رمزي في وقفة ثانية فضل نولايب شكرا محمد شكرا دينا مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابعها وياكم في هذه الوقفة الرياضية حقق منتخب مصر لسلاح صيف المبارزة شباب إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية كأس العالم المقام بإيطاليا ذلك بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44 تأهلت مصر للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في نصف النهائي بنتيجة 38-35 بعد مباراة قوية حصمت في الثانية الأخيرة كان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الألماني في دورة 16 بنتيجة 45-26 قبل أن يواصل الفرعن الصغار تألقهم والفوز على بولاندا بنتيجة 45-32 وتأهل لنصف النهائية وإلى كرة اليد حيث خسر منتخب مصر في الثواني الأخيرة همام ديوكا الفرنسية بنتيجة 33-32 لحل في المركز الثاني بالدورة الدولية الوديية التي أقام الاتحاد الفرنسي لكرة اليد استعدادا لكأس العالم والمقرر إقامتها في يناير الجاري ببولاندا والسويد 2023 تعد هذه المباراة الختامية لمنتخب مصر قبل خوض منافسات المونديال سوف يعسكر الفراعنة في العاصمة الفرنسية باريزة ثم يتجه بعد ذلك السويد لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد وضمن الجولة ذاتها حقق المصري البور سعيد فوزا صعبا على اتحاد السكندري بهدفين مقابل هذا وذلك في المباراة جمعتنا بين الفريقين على ساتبورغ العرب بهذا رفع المصري رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري في مباراة أخرى حقق فريق فيوتشر فوزا على سيراميكا كيلو باترا بنتيجة 3-2 وبتلك النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة بالمركز الثاني وذلك على حساب نادي الزمالك الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة فيما تجمد رصيد سيراميكا كيلو باترا عنده 15 نقطة يحتل بهم المركز الثامن وإلى بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم والمقامة بيالعراق حيث فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي بنتيجة هدفين نظيفين ضمن منافسة المجموعة الثانية من البطولة بتلك النتيجة رفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في الصدارة بينما احتلت الكويت للمركز الأخير بلا رصيد من النقاط في مباراة أخرى فازت البحرين على الإمارات بنتيجة هدفين لهدف على أسد الميناء الدولي بمدينة البصرة ليحتل المنتخب البحريني المركز الثاني فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث وبفارق الأهداف عن الكويت وإلى الليجة الأسبانية حيث خسر ريال مدريد أمام نظيره فيا ريال بهدفين مقابل هذا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة عشر من عمر الدوري ورفع فيا ريال رصيده إلى سبعين وعشرين لقطة ليقفز إلى المركز الخامس فيما توقف رصيد ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بقدر الترتيب الدولي عنده 38 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلولا الذي بات لديه فرصة للتصدر منفردة عندما يلتقي بأتليتكو مدريد في العاشرة من مساء الغد نهاية جولتنا في الملاعب مشاهدين عودة مرة أخرى يلز مال إليكم شكرا رجائي رحم الله الفنان القدير حمدي قيف الآن موعدنا مع الوقفة الخاصة باستعراض أحوال الطقس والنشرة جوية وقفة أخيرة مع رجائي رمزي إليك رجائي شكرا دينا شكرا محمد مشاهدين للتوقعات أخبار الأرصاد الجوية نتابعها وإياكم في هذه النشرة الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نيسود غدا لحد تقس بارد في الصباح الباك اللطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب صيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف محافظات ومدن القاهرة نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 19 الصغرى 11 الأسكندرية 19 13 مطروح 18 13 بورسعي 19 13 أما الإسمالية 20 هي العظمى فيها والصغرى 12 جو معتدل إلى السويس العظمى فيها 20 الصغرى فيها 12 العريش 19 12 طابة 18 11 شرم الشيخ 22 15 أما الغردقة 22 14 محافظة الأقصر 22 8 أسوان 23 10 الواد الجديد العظمى فيها 22 الصغرى فيها 9 شلاتين 25 15 أما حلايب العظمى فيها 23 والصغرى فيها 14 عشر والآن المشاهدين نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العاصم والمدن العربية والعالمية المتابعة ترجمة نانسي قنقر 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 للتحلي بروح الوحدة الوطنية والبابا توادروس يؤكد توفق الأديان على المبادئ الإنسانية مصر ترحب بتوافق رئيسي مجلسي نواب والدولة الليبيين على الوفيقة الدستورية وتؤكد تواصل دعمها لخيارات الشعب الليبي رئيس الحكومة العراقية يوجه برفع مستوى التأهب لتعاقب فلول داعش الارهابي ويؤكد أن تنظيم يلعب على التناقضات السياسية وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة